فتت الفرفحين او البقلة او البربير او الرقلة حسب انتو شو بتسموها ببلادكن احنا من الا فرفحين من الفتات اللي كتير مميزة انا بتكرتها بهيدي الطريقة وبالنسبة لقلي لوحدة واش بتغضى كتير طعمة مميز اللي حتجربها رح تعتمدها لشهر رمضان الكريم فيها خضرة وبتزينوها بالرمان وباللوز المقلي مع اللبن والخبز المقلي ولا اطيب من هيك ومكوناتها بسيطة وسهلة وموجودة بكل المطابخ بتلاقوا مكوناتها اول شي بمقلاية عن نار زيت زيتون حبة بصل كبيرة مفرومة مربعات صغيرة منشوحهم ما منخليون يشقروا بعد ما دبلتهم شوية ضفت حبة فلفل احمر حلو كبيرة مفرومة مربعات صغيرة وشوحتهم على النار بس هدقتين ما بدنا نخلي الفلفل يدوب عنا وتركتهم على جنب يبردوا لشي نص ساعة الخبز المقلي كميته حسب حجم الصينية هيدا الفرفحين البقلي البربير الرقلة شو بتسموه ببلادكن غسلتوا ونشفتهم بنشفت الخضرة انا ورقت شي ست حبات شي ست ربطات ضفت عليهم تقلية البصل والفلفل بزات الزيتون بعد ما تركتهم نص ساعة يبردهم ضفت ثلاثة ارباع الكمية والربع خليتهم لتزيين عندي حبة بندورة حمرة كبيرة جامدة شلت اللب منها وقطعتها مربعات صغيرة وضفتها معلقة طعام دبس فلفل احمر حلو معلقة صغيرة من الفلفل الاسود معلقة صغيرة من الكمون نص معلقة التوم مهروس تكون مليانة عصير شي ثلاث حبات ليمون زودوا الليمون بدنا صلصة فيها وملح وسماء انا كنت ناسي ضيف السماء من ضيف السماء معلقتين اكل من السماء وخلطتهم كلهم سوا وهيدي الخضرة الفرفحين للفتة انا زودت شوي ليمون لانه لازم تكون فيها حموضة صارت عنا جاهزة وليكنوا كمية الصلصة فيها هيدا مهم للخبز وخلوا هيدا الخلطة تكون بالتلاجي قبل ساعتين ثلاثة لتتشرب كل الصلصة اللبن كيلو لبن روب زبادة عصير حبتين ليمون رح نضيف عليهم الملح حسب التزوء ورح نضيف عليهم معلقتين خل أبيض خمس معالق طعام من صلصة لطحينية معلقة صغيرة من الكمون ومنخلطهم كلهم سوا لتصير عنا اللبن كتير صلصة نعمة الفرفحين بالصلصة وزعتوا فوق كل الخبز المالي فهيك الخبز رح يتشرب عنا صلصة الفرفحين متل ما انتم شايفين وانا تركت شوي من ورق الفرفحين على جنب عشان نزين فيه بعد ما وزعت كل كمية الفرفحين على الخبز بنوزع كل كمية اللبن الروب اللي عملناه بالطحينية وعصير الليمون وما فيه توم لانه الفرفحين فيه توم احنا ما بدنا ناكل فتة توم فيه ناس بتحطون باللبن وبالخلطة لأ انا بس حطيت بالفرفحين ووزعت هلأ خبز مقلي على الأطراف فوق اللبن بهاي الطريقة عندي ورق فرفحين تركته حطيت عليه بس صلصة ليمون وزيت زيتون وملح بس ورشت ملح وخلطتهم ووزعتهم بالنصب هون حطينا شوي من تقلية البصل والفلفل يلي انا تركته على جنب ورشيت عليهم سماء ومنوزع كمية من الرمان فوق الفتة وكمان فوق الرمان حطيت رشة البابركة الخشنة بتعطيها طعم طيب اذا ما عنكن زرة بسيطة من البابركة البودر واللوز المقلي منحطو كترولة لوز كتير طيب معاها عنكن جوز فيكن كمان تحطوا جوز وهلأ من دحلة سمنة انا حطيت معلقتين سمنة على النار فيكن تحطوا زبدة متل ما بتكون وصارت جاهزة للتقديم من اطيب انواع الفتات اللي انا اعتمدت عندي وبشهادة كل من داقة قالولي كتير كتير مميزة فالفرفحين موجودوا بنقدر نحضروا احنا بنعملوا فطاير بنعملوا سلطة بنعملوا مع لبن روب وهيدي طريقته بالفتة بنعملوا مع اللحمة بنعملوا مع بندورة بدون لحمة بنعملوا يخني كمان وبتقدم مع رزب الشعيرية بنقدر نستفيد منه بكتير وصفات جربوا هيد الفتة خليها تكون معتمدة عنكم لشهر رمضان الكريم من اطيب انواع الفتات انا بالنسبة للي وجبي لوحدة باكلة ما بحب اكل معا شي تاني شايفين ما احلى الالوان والخبز بتشرب بطعم صلصة الفرفحين والاطيب من هيك جربوها وعلينا وعليكم بالعافية حبيبي هيدي فتت الفرفحين على طريقتي من ابتكارات مطبخين بتمنى انها تعجبكم